اشتركوا في القناة تكونوا بخير ان شاء الله العيد قرب وهنعمل مع بعض شوية شونة حربين كده للاطفال اول معايا شنطة هين نهارده شنطة بناتي لزيزة كده وجميلة وتصميم جديد ان شاء الله نعمله مع بعض النهارده نستخدم مع بعض خيط المكرمية المصري وخيط المكرمية الفرنساوي برضو وبرده للتزيين من الميلي فلاورز اللي احنا عملناها مع بعض قبل ما ندخل الفيديو بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب يلا بينا هاستخدم عبر رقم اربعة ونص وخيط المكرمية زي ما انتوا شايفين بيبقى سميك شوية هبدأ على سلسلة طولها اتناشر سنتي هتعمل معايا خمستاشر غرزة يعني الخمستاشر سلسلة اللي انا هعملهم دول هقسهم على المزورة بمقاس اتناشر سنتي لانه قاعدة شنطة اطفال لباناتي صغيرة مش عايزة قاعدة كبيرة وهشتغل عليها القاعدة البيضوية خدناها مع بعض قبل كده برضو بطريقة سهلة ومبسطة جدا اهو انا عملت السلاسل تلوى خمستاشر سلسلة على مقاس اتناشر سنتي للقاعدة هنزل عليهم طبعا بغرز الحشو زي ما احنا متعوذين غرز الحشو بتدي سلوبة للقاعدة للشنط وتبقى متمسكة دايما بنستخدم غرز الحشو في قواعد الشنط علشان بتديني تماسك في القاعدة بتاعت الشنطة وتبقى القاعدة وقفة الشنطة وقفة على القاعدة ما تبقى شترية تمام كده ده سبب ان احنا بنشتغل على طول غرز الحشو في القاعدة بتاعت الشنطة خلصت هنزل في اخر غرزة بقى بتلاتة حشو اللي هو التزايد قلنا برضو قبل كده في قاعدة البيضوية بان احنا بنعمل تلاتة بالنسبة للقواعد الصغيرة قاعدة الجرابات الموبايلات شنط الاطفال عشان كده ما اعمل تلاتة حشو بس وهنزل في الجهة المقابلة بقى غرز حشو تاني لحد ما اوصل ايه اخر السطر عشان اعمل التزايد برضو تلاتة حشو في اخر سلسلة تمام؟ هنمشي بقى حشو برضو اخر سلسلة انا عندي هنا هتزايد مرة واحدة فقط لانها قاعدة صغيرة انا وصلت الاخر سلسلة انا حتى الاول غرزة فهدخل معاها باتنين كمان يبقى كده انا معايا تلاتة هنا برضو تزايد بتاعي وهبدأ ان انا اعلم برضو عشان التزايد اللي هعمله في السطر التاني وهبدأ ادخل بقى على طول في الجهة في الغرزة التانية على طول حشو مش هقفل بمنظلية لاني هشتغل حلزوني مش هشتغل بداية السطر ونهية السطر هشتغل برضو حشو الاخر السطر الاخر التزايد اللي احنا عملناه في الاول تمام؟ هي القاعدة صغيرة مش هتاخد مننا وقت اهي هوصل بقى الهنا بدل التلات غرز دول هنزل عليهم كل غرزة باتنين هيبقوا ستة تمام؟ يبقى كده معايا ست غرز في الناحية دي هشيل بقى المركر بتاع لاني انا مش هعمل تزايد تاني يبقى هننزل على كل غرزة باتنين حشو في كل عين هعط اتنين حشو يبقى كده بدل التلاتة بقوا ستة بعد كده هكمل حشو برضو لاخر السطر خلاص كده انا عايزة الكرف ده وهكمل بقى لاخر السطر برضو وهنزل برضو على كل غرزة باتنين حشو هيبقى عندي برضو ستة ستة غرز تمام؟ كده القاعدة بتاعتي خلصت انا مش عايزة اكتر من كده اهي خلاص انا عايزها بالحجم ده وهبني بقى عليها غرزة الشانطة بتاعتي تنسوش اللايك لو وصلتوا لحد هنا نحط اللايك ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام تمام كده هبدأ بقى ادخل في الضلع الخلفي للغرزة بغرز العمود بلفة لكده انا هبدأ الغرزة بتاعتي عاملها غرزة عمود بلفة بانزل بطلع من اتنين بطلع من اتنين بلف الابرة وادخل اطلع بتلات لفت اطلع من اتنين اطلع من اتنين في الضلع الخلفي للغرزة هشتغل كده غرزة الشانطة في الضلع الخلفي للغرزة تمام؟ اهي؟ بغرزة العمود بلفة سهلة جداً القاعدة بغرزة الحشو والشنطة بغرزة العمود بلفة وهطلع المسافة اللي انا عاوزاها. انا عملت الشنطة دي بشلت خيط فقط. اي حتى الشلة خلصانة معيك والعقدة بتاعت هذي اخر الخيط. انا كده ارتفعت اربعة تشر سنتي. تمام? والقعدة حوالي سبعتاشر سنتي. اخر سطرين دول هعملهم بقى آآ سطرين غرز حشو باللون اللي انتو شايفينه ده. عشان هنشوف دلوقتي هنعمل ديكور كده خفيف للشنطة. هدخل كده على آخر سطرين هعملهم غرز حشو باللون. تمام? انا هعمل السطر التاني وانا بعمل ايد الشنطة. كده انا هنهي للشغل دلوقتي. اهو وبعد كده ببدأ ان انا هلسعه بالولاعة من جوة. لان انا دايما بشتغل بالولاعة في خيط الماكرامية والسلسلة. على شاد ما يكرش مني. ويبقى امان للشغل. تمام? ونضافة في نفس الوقت ما بقاش فيه اي خيط مش هرشب معيك ولا عقد ولا اي حاجة. خلاص كده انا خلصت. هبدأ بقى بخيط الماكرامية الفرنساوي. طبعا احنا عارفينه اشتغلنا بيه قبل كده خط رفيع. ليلا مع كده وحلو قوي. هعمل بيه كورنيش حوالين اه وش الشنطة من فوق. تمام? دوراني الشنطة من فوق. انا دخلة في العمود في اه دخلت الحشو هنا هوت في الدلع الخلفي. ففي انا اشتغلت في دلع وفاضل عندي دلع. الدلع اللي فاضل قدامي ده ده اللي انا هدخل فيه بغرز العمود بلفتين. بس انا سوري اشتغلت هنا العمود بلفة كنت نسية وبعد كده فكيت وعملت العمود بلفتين. هدخل في كل غرزة خمسة عمود بلفتين. خمسة عمود بلفتين. تمام? في كل دلع من الاضلع دي هندخل فيها خمسة عمود بلفتين. مش بلفة واحدة. تمام? انا معلش صورته ونسيت اصور به العمود بلفتين. فكيته وعملت العمود بلفتين عشان انا عايزة الكورنيش طويل. تمام? اهو بصوا عملت اهو عشان ايه تبقوا عارفين? وهشتغلوا برضو معيكم دلوقتي اهو. هنلف اللفتين. وادخل في الدلع. الدلع ده هعمل فيه خمسة. خمسة عمود بلفتين علشان يعمل لي الكورنيشة اللي انتوا شايفينها دي. وهنلف بيه داير على الشنطة. في كل غرزة هدخل خمسة عمود بلفتين. حد ما خلص. تمام كده معي? تنسوش اللايك برضو يا حلوين. كده هندخل في كل دلع خمسة عمود بلفتين. انا عملت عمود بلفتين عشان عايزة مسافة الطول ده يديني طول الكورنيشة اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده? بقى انا اشتغلت في دلع غرزة الحشو. والدلع اللي قدامي بقى هشتغل فيه العمود بلفتين. في كل دلع خمسة. كل دلع خمسة عمود بلفتين. يا رب يكون الفكرة وصلت لكم. هي فكرة سهلة جدا وجميلة وشكلها لذيذ قدت شكل اللذيذ للشنطة. بما انها بنوتاتي كده وحلوة. تمام? وبعملت لها شيء طويلة. عاملالها ايد وسيارة كده شكلها شيء قوي. هنشوفها برضو دلوقتي. اوكي. هو ده خيط المكرامي الفرنساوي. بيبقى لي لها معك ده وحلوة ورفيع بتقدر تعملي بآ اي ديكور انت عايزاش عرشيب وحدات. غير طبعا المكرامية المصري بيبقى سميك ما بينفعش غير في شغل الشنط فقط. تمام? انا خلصت السطرينة هوت. خلصت السطر التاني مع الشنطة. الشنطة دي عملتها عشرين سلسلة. ونزلت عليهم حشو. اعملت ايد. هعمل الايد التانية معيكم دلوقتي حالا وهتشوفوها. سهلة جدا. بندخل بالخيط بنعد اربع غرز وادخل في الغرزة الرابعة. تمام? اهو. اربعة من هنا واربعة من هنا. بدخل في الغرزة الرابعة بسحب الخيط بتاعي وبعد كده طبعا هنضفو بالولاعة زي ما انتو شوفتو كده. وبطلع بعشرين سلسلة. العشرين سلسلة دول اهو. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. تسعة. عشر. كده معي عشرين سلسلة. هنزل بيهم. هعدل السلسلة معي كده. وانزل بيهم برضو. هنعد في الغرزة الرابعة من اخر الشنطة. وهنزل حشو. تمام? هنزل برضو. واسحب بقى الخيط بتاعي. اسبت اليد. اسبت اليد بتاعتي وارتفع بسلسلة الحشو. وهبدأ ان انا قاملى السلاسل دي بقى غرز حشو. بس مش في قلب الغرزة. لأ هات هلف عليهم. هلف عليهم بغرز الحشو. مش جواها لأ. لف كده. ايوة كده. لف على السلسلة عشان تديني الحجم اليد الشنطة. اللي انتم شايفينه. انا عايزها حجمها حوالي سنتي. اهو. يبقى انا كده ما اشتغلتش في السلسلة اشتغلت لفيت حوالين السلسلة. زي ما انتو شايفين كده. تمام? هلف عليها كلها حشو. لحد اخر غرزة واسبتها. وكده الايدة عملت معايا سهلة جدا. اهي كده خلصت معايا الشنطة. يا رب تكون عجبتكم. فكرتها تكون عجبتكم كل سنة وانتو طيبين. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات كتيرة من قناة كومون فاشون. وزي انتا عملت لها ديكوريشن بالميني فلاورز اللي احنا عملناها قبل كده. قلتلكم ان انا بعمل بيها تزيين للشغل. السلام عليكم ورحمة الله.